اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان العقدين المزهرين منذ جلوس حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وانطلاق المشروع الاصلاحي الكبير هما عقدان ملئان بالانجازات الحضارية والحقوقية على نهج الديمقراطيات العريقة حتى شهدت المملكة نقلة نوعية من التقدم على مختلف المستويات واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدة حفظه الله ورعاه هو امتداد طبيعي للجهود التي قام بها المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله في تأسيس دولة المؤسسات والقانون وهو ما جعل البحرين تتبوى المكانة المتقدمة والعالية بين جميع الدول العالم والفت معاليه الى ان مملكة البحرين شهدت خلال العقدين المزهرين تطورا ونماء وتقدما في مختلف المجالات والقطاعات واصبحت رائدة في حقوق الانسان وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا واعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالخطوات الرائدة التي اتخذها جلالة الملك المفدة واسهمت في وضع مملكة البحرين على خارطة العالم مشيدا بالنقلة النوعية التي شهدتها المملكة على مستوى الحريات ومنظومة التشريعات والقوانين المتقدمة الى جانب ما حققته المملكة من انفتاحها على مختلف الدول واسهم في تعزيز حضورها في المحافلة الدولية وبيض معالي رئيس مجلس الشورى ان التحديات التي تمكنت المملكة من تجاوزها اثبتت للقاص والداني حنكت جلالة العاهل المفدة كقائد لمسيرة التقدم وربان لسفينة الوطن كما حرص جلالته على الارتقاء بمستوى المواطن وعزز من مكانته واكد على توفير كل الامكانيات والجهود لحمايته وتعزيز امنه واستقراره هذا وافاد معالي رئيس مجلس الشورى ان مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة العاهل المفدة ماضية نحو المزيد من التقدم وتحقيق الانجازات وخاصة ضمن العملية الديمقراطية التي تشهد منذ تولي جلالته حفظه الله ومن خلال دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب الى جانب التعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة وفي ظل قضاء نزيه ومستقل مؤكدا معاليه ان الجميع يقفون مع هذا المشروع ويرون فيه الامل لمستقبل مشرق وواعد معاهدا جلالة الملك حفظه الله ورعاه باسمه وباسم عضاء مجلس الشورى على بدل اقصى الجهود لتحقيق هذه الغاية النبيلة واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه بالتأكيد على ان جلالة الملك المفدى سيبقى بعون الله وتوفيقه والراعي لنهضة مملكة البحرين والضامن الاول لتلاحم شعب البحرين المخلص ومصدر لقوته ونمائه